اشتركوا في القناة مصدر ميديا ليعبر عن المأساة التي تلقيناها داخل حفر زنازن سجن الرشيد الرهيب الذي يقع على بعد 35 كم جنوب الشرق تندوف المشؤومة إنه حقا السجن أي مقبرة الحيين الذي ينطبق عليها أنه من دخله كان مفقودا ومن خرج منه فهو مولود حقا عانينا ما لم يستطيع الفكر الإنساني أن يتقبله في العقل حينما يكون فيه أشد نواع التعذيب بما فيه من الجلد وحرق بالنار وطول الزمن يعني لفترات يعني فترة طويلة لإنسان مكبل يديني والرجلين وعاري الجسم داخل زنزانة حفرة يكاد القبر أن يكون أكثر منها أريحية وعليه أحمد الله والحمد لله على على سلامة كافة الضحايا الذين مروا بهذا السجن والحمد لله الذي أصبح لدينا اليوم كيف يمكن أن نعبر لنبلغ للمجتمع والعموم حقيقة ما كان يقع داخل هذه هذه الحفر ومن كان يقوم به هم جلادوا زبانيات زمرة جلادي تندوف وعليه أشكر أشكر كثير الشكر أساليب تعذيب هي تتجلى في يعني جعل الإنسان يرقص فوق الجمر يعني كيب قطبان ساخنة حمراء من النار والآثار لا زالت بادية كهذا الأثر من الكتاف وهناك حروق بعقاب الصجاير والجلد حدث ولا حرج بالكروة كروة ديال لاندروفر ديال المحرك والعمل الشاق سنتين منه عمل الشاق أسبع سنوات من ضيد في هذا السجن خمسة مكبل يدين والرجلين ومعمل عينين يعني البانضة على العينين لا زالت الأثار وستتبقى يعني هي بصمات تركها الجلاد الغبي الرهيب الذي لم يكن إنسانيا وما كان إنسانيا حقا رقم براءتنا ومن السكوك اللي كانت يعني محمولة ملسقة على كافة من يقول لا للإرهاب لا لتعذيب الأبرياء لا للإنساق التهم الغير 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 واقعية وغير صحيحة أظن أنه تم تم تمصه لأن 6 أهر الأخير اللي مضيت في هذا السجن كان مطروح لنا باش نقلقوا باش نسدوا هذا كل حفر وهرسنا الصور ديال طرف من السجن وخليت سير العمل في طمصه لكن لا يستطيعون طمصه لأنه ستبقى الآثار ستبقى الآثار تاريخية هناك ونلتمس من الله سبحانه وتعالى أن تتاح فرصة لأن يتقدم المجتمع الإنساني والأنظمة بوضع لجان لتقصي الحقائق هناك في هذا السجن الرهيب والبحث عن آثار الروفات يعني عن رفات الضحايا الذين سقطوا وعلى رأس اللايحة بون العالم واللزغام والديرعاه وعدة ضحايا لفظوا آخر أنفاسهم تحت الصياط هناك نهيك عن التعطيش والتجويع لفترات طويلة وهذا ما لدي أقوله ترجمة نانسي قنقر